تحت رعاية ملكية سمية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية اختتمت إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة التصفية النهائية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الخمسة والعشرين على أن يقام في شهر رمضان المبارك حفل تكريم الفائزين فيما سيقام حفل تكريم الفائزات في شهر أبريل القادم برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وأكد وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية الدكتور محمد طاهر القطان أن الجائزة سجلت في هذه الدورة أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاقها ما يدل على الإقبال الكبير على المشاركة فيها حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين أربعة آلاف وستمائة وأحد عشر متسابقا ومتسابقا موزعين على مختلف مسابقات الجائزة حيث بلغ عدد المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم لطلبة المراكز والحلقات القرآنية بفروعها الستة الفين وخمسمائة وسبعة وخمسين مشاركا ومشاركة لافتا إلى أن المسابقة تحظى بعدد من الشركات مع كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة الإصلاح والتأهيل ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويأتي ذلك تجسيدا لمفهوم الشراكة المجتمعية وأشار الدكتور القطان إلى أن الرعاية الملكية السامية لهذه الجائزة على مدى خمسة وعشرين عاما ما هي إلا دليل اهتمام وحرص قيادة عاهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته وطباعة المصحف